أقول لكم الحقيقة يعني من غير زعل أنا شايف الناس طول الوقت بتعمل حاجة متنقضة كده وانتوا عتقولوا لي إذا كان ده صح ولا لأ اكتبوا لي حتى في الكومنتات بتاعت حضرتكم احنا بنعمل كده ولا لأ تحس كده ان احنا طول الوقت حاسين ان الايام مخبييننا حاجات وحشة وطول الوقت قلقنين وحاسين ان الايام دي اللي وراها مش هيكون شيء مريح طب وإن اللي حاصل طب وإحنا عشان ده بنحس دايما ان احنا بنصارع الايام والليالي وبنزعى من ربنا ان هو ما بيكون شعون اللينا على الايام والليالي وكأن الايام والليالي هي اللي بتجرحنا والناس هم اللي بيجرحونا والناس هم اللي بتعبونا فحاسين بايه؟ حاسين بالخوف حاسين بالقلق حاسين بالوجع وحاسين ان ربنا مش معانا ليه؟ لان احنا حاسين ان احنا بنصارع الايام والليالي طب هو ريه ربنا كتب الاقدر من زمان عارفين أن ربنا كتب الأقدار من زمان ليه؟ عشان نتعلم حاجة مهمة أوي نتعلم إيه؟ أن احنا لابد أن يكون عندنا أمان قبل الإيمان لابد أن أنت تحس أن ربنا أمانك أن ربنا سندك أن ربنا هو الذي يجعلك في ضمان لن تشعر بحلاوة الحياة وبالراحة في الحياة وبالرضى في الحياة إلا إذا كان الله سبحانه وتعالى أمانك طب إيه الأمارة؟ الأمارة بسيطة أوي أليس الله بكاف عبدها؟ الأمارة بسيطة أوي الله لطيف بعبادي طب واللي بيحصل لي ده كله أنا أقول لكم حاجة أنا حاسس أن دلوقت كتير من الناس حسين أن الأيام والليالي أقوى من لطف الله ورحمة الله وأن الأيام والليالي أصعب عليهم من نظر الله إليهم وعشان كده بيستسلموا وبينهاروا وبيتوجعوا وبيتكسروا فين دلوقتي الإحساس بالتماسك والصلابة والمناعة النفسية؟ اختفت اختفت ليه؟ عشان مش عايشين بأن المكتوب على الجبير لازم تشوفوا العين قالي ما هو المكتوب ده وتسيء؟ آه يبقى هي دي المشكلة إحنا نقص عندنا إنزيمين مهمين جدا جدا في مناعة القلوب الإنزيم الأولاني حسن الظن بالله والإنزيم الثاني الدخول في حمى الله نقصنا الاتنين دول إن إحنا نحس بماذا؟ نحس بإن إحنا من واجبات الإيمان حسن الظن بالله ومن واجبات الإيمان أننا أدخل في حمى الله إزاي أدخل في حمى الله؟ أقولك شوية إجراءات بقى تدخل فيها في حمى الله أول شيء إن أنت لابد كل يوم يبقى عندك بعد كل صلاة ماذا؟ تزل لله والتجاء إلى الله وتدخل في حمى ترفع عندك كل الأشياء اللي أنت بحاسس أن أنت تملكها واللي هي بأيديك واللي أنت قادر تعمل بها اللي أنت عايزه وأن أنت لما بتعكس بتحس بالتعب شيل كل ده وتزلل إلى الله أخرج من حولك وقوتك وتعامل مع الله سبحانه وتعالى معاملة العبد الزليل ليه طيب أتعامل مع الله معاملة العبد الزليل لكي أذوق حلاوة أليس الله بكافر عبده لكن أنت تفضل في حياتك تصارع 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 وبعد أنت يتقول ده عزمتني والأيام كسرتني ما طبعا من ألك أن أنت تدخل على الأيام ولا على الليالي من غير ما تكون العبد الفقير الزليل إلى الله أليس الله بكافر عبده يا عبد الله تزلل إلى الله حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس إلى من تكلني يبقى إذن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم تزلل إلى الله تزلل ولذلك وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَزِلَّ لازم يبقى عندك ورد من التزلل إلى الله لأن التزلل إلى الله ماذا؟ يجعل الله سبحانه وتعالى يوريك لطيف تلطفاته بك سبحانه وتعالى الحاجة التانية لو سمحت ببساطة خالص أنت عايز تشوف الأيام والليالي ما بتهرسكش ما بتتعبكش ما بتشدش عليك إياك تتوقف عن العمل نعمة سائط أحوالك لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأقدار عشان تجذبك إليه عشان تستمر في العمل وتتعلم حلاوة الحياة لم أرى شيء يفتح أبواب حلاوة الحياة مثل المداومة عن العمل إيه اللي حاصل؟ خير العمل لأدوامه وإنقل داوم عن العمل مهما كانت الأيام قاسية مهما كانت وإحنا مجربين أن إحنا لما بنداوم على العمل بعد ما بيكون اليوم مر نجد اليوم الحلو بعده على طول داوم على العمل وإنت عندك حسن ظن بالله